هل أنت معلم أم ملهم شهيرة هي قصة العالم أديسون مع أمه حين عاد إلى البيت يحمل في يده ورقة كتبتها معلمته وكان مضمونها ابنك غبي جدا ولن تستطيع المدرسة تعليمه عليك أن تعلميه في المنزل والقصد هنا التنمر طبعا والملفت هنا ما سيحدث بعدها إيمان أم بابنها وذكاء تربوي غير وجه البشرية ربما من الغريب تصديق أن عالما مثل أديسون كان في نظر معلمته الغبي الذي لا يفقه شيئا العديم الفائدة البطيء الفهم دعونا نتساءل ماذا لو حملت معلمة أديسون راية إلهامه واكتسبت شرف صناعة عظيم أضاء ظلام الإنسانية ماذا لو كانت ملهمة لا مجرد معلمة أمر يصنع الأثر في دراسة أجرتها مؤسسة راند للأبحاث والتطوير تبين أن تأثير المعلم على تحصيل الطالب يفوق تأثير كل العوامل المدرسية الأخرى كالمرافق الحديثة وخدمات الدعم المدرسية المختلفة إذ يتمتع المعلم المميز بالقدرة العالية على تحقيق ما هو أعلى من الأداء المرجول الطالب حيث يتجاوز المعلم مرحلة الاهتمام بتحقيق نتائج جيدة بالاختبارات إلى تحدي الطلاب ومكافأتهم على مهارات التفكير الناقد فالمعلم الملهم هو الذي يضيء الجوانب المظلمة في نفس طلابه ويريهم الجمال الذي لم يروه في أنفسهم ويسعى لطرد السآمة والملل من قلوبهم هو الذي يعلم طلابه بعيدا عن أسلوب التوبيخ هو الذي يؤمن بالإبداع والتجديد والابتكار ويعين تلاميذه على التصدي لظروف الحياة ويؤمن أن التعليم ليس وظيفة عادية بل طريقا للسعادة المعلم الجيد يختار الأفضل للمشاركة أما الملهم فيشجع حتى من يبدو ضعيفا على المشاركة من دون خوف من النتائج فمجرد المشاركة عنده هو أمر يستحق الثناء المعلم الجيد يلقن طلابه المعلومة ويمضيه والمعلم الملهم يصنع علاقة قوية مع كل طالب من طلابه يقول ويليام آرثر وورد المعلم العادي يقول المعلومة الجيد يشرحها المتميز يوضحها والعظيم هو الذي يلهم تلاميذهم نحوها أو من خلالها نذهب الآن إلى النبي الملهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان عظيما في إلهامه لأصحابه ولا يضيع فرصة إلا ويذكر فيها محاصن لا يتميز فيها أحدهم فيقول أبو هريرة قلت يا رسول الله يقول رضي الله عنه للنبي من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال الحبيب لقد ظننت أي عرفت علمت يا أبو هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث نرى هنا الثناء على السؤال والإشارة إلى فضل السائل قبل الإتيان بالجواب ثم أجابه أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال كذا وكذا خالصا هي كلمات قليلة لكنه بث عبرها في نفس تلميذه الثقة بأن يكون من أوائل من يحرص على الحديث فكان ذلك حقا كمنم في قلبه الحب لمعلمه قد ينسى المعلمون أسماء طلابهم على مر السنوات أو العكس لكن طالما ذاق حلاوة الإلهام لن ينسى معلما بث في نفسه العزيمة وشد في قلبه حبل الحب وأنار له ذلك الجانب المظلم الذي صار فيه بعد منارة للآخرين أخبرونا عن ذلك المعلم الذي أثر فيك أو المعلمة والسلام اشتركوا في القناة